بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآلائي وسهبي أتماعي أما بعد والطلبة الأعزاء أيها الأصابة الأصابة الأصابر السلام عليكم ورحمة الله وفي هذه المناسبة الكريمة أبدا أن ألتيا لكم الكلمات كلايدة حول معظوم محبة رسول صلى الله عليه وسلم إن من أعلم ما يفكه به المسلمين معنه ومحبة رسول صلى الله عليه وسلم وما رأينا المسلمين يؤمن بالأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام على يفرق باين حديث لهم ألا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاتمهم فوقفهم وسيدهم فهو الذي يفكه به باب الجنة وهو التريك لي آسي الآمى فلا يعزل لها ببطخول الجنة بعض بأن سده ألا أن يكون مؤمن به قال تعالى لَتَجَعَنَكُمْ رُسُولَ مِنْ عَبُّسَكُمْ أَثِيْرُ عَلِيمَ عَانْتُمْ حَرِيْسُمْ أَلِيْكُمْ أَلَا عِيْبِينَ